موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم مع الفخرة التانية أتمنى ما تكونوا ستبتونة بقى ورحتوا أي مكان تاني ولا ألابتوا القناة حلقتنا النهاردة ممتدة مع حضراتكم متواصلين معكم فيه فخارات مهمة قوي قوي تهم كل مواطن وكل أسر مصر معاه في الفخرة التانية الأستاذ الدكتور سناء مهران استشاري السمع والاتزان في معد السمع والكلام في مبابا هذا التخصص تخصص دقيق جدا جدا استحدث في خلال الخمسة وعشرين سنة اللي فاتوا وكان فيه الحقيقة تطورات وتفارات جيدة جدا جدا دكتور سناء النهاردة حتكلمنا عن ضعف السمع عند الأطفال إزاي نقدر نعرف أولادنا سمحهم كويس ولا لأ أسبابه أعراضه إزاي نقي أطفالنا من ضعف السمع علاج ده لو لا قدر الله عندنا طفل عنده ضعف السمع مناورة للستيديو دكتور سناء مرسي يا فندي شكرا دكتور خالد أنا سعيد إن أنا أكون دفع النهاردة إن شاء الله وأحاول إن أنا ألخص الموضوع علشان نقدر نفيد الأمهات لو فيه طفل عندها ضعف السمع ولا حاجة وعند الأطفال إزاي الأم تقدر تكي الطفل دوت وإزاي إيه تعرف طفل إذا كان عنده ضعف السمع ولا لأ بداية دع كنت عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر السمع قبل البصر في كل آيات القرآن الكريم إن الله سميع بصير طبعا حست السمع مهمة جدا لنا لإن إحنا يعني السمع دوت وبيخلينا إزاي نتواصل مع الناس فقدان السمع دوت بيؤدي طبعا إن إنسان ممكن يبعايش في مجتمع مع الزول تماما ده بيأثر على الحالة النفسية والحالة الاجتماعية وطبعا في الأطفال بيأثر على التحصيل الدراسي بالنسبة للأطفال هنلخص الموضوع أمر الدع في السمع عند الأطفال على المستوى العالم كله الدراسات أثبتت الاندماجين كل ألف طفل بيتولد فيه طفل يبقى ضعيف السمع طب إيه هي الأسباب اللي بتقادي إلى ضعف السمع بمنتغل بساطة كده فيه أسباب ورصية وفيه أسباب غير ورصية وفيه أسباب لحد الوقت غير معلومة السبب هنتكلم على الأول النقطة اللي هي الأسباب اللي هي الغير ورصية دي بيتمثل 25% من أمراض ضعف السمع عند الأطفال أسبابها إيه؟ أسبابها ممكن يحصل مشكلة لأم أثناء الحمل أو ممكن يحصل مشكلة لطفل نفسه أثناء الولادة أو ممكن تحصل مشكلة بعد الولادة نتكلم على مختصر كده أثناء الحمل ممكن الأم تاخد أدوية خطأ لازم الأدوية تاخدها تحت إشراف طبيب أي أم حامل لازم تكون متابعة كويس جدا في فترات الحمل الأول أول 3 شهر بالذات في الحمل إنه هي دات اللي ممكن يحصل فيها تشوهات للجنين فيبقى لازم الأم تاخدش أي أدوية خالص إلا تحت إشراف طبيب لأن أفرض أن الأم مشت كويس وكل حاجة وبعد كده حصل لقدر الله أي التهابات أو أي ميكروب أثناء فترة الحمل هم معروفين إن في الكذا ميكروب ممكن يأثروا على ضعف السمع ويقضي إلى تشوهات في الجنين وأو ممكن يحصل لقدر الله إن الحمل ما يكملش خالص وإن الحمل كامل يطلع الطفل عنده مشاكل في السمع وفي الجهاز العصبي عامة هم معروفين أول مرض ممكن يسيب الأم في أثناء فترة الحمل هو مرض معروف اسمه دق القطط الطفيل دوته اللي موجود بي عشان كده بننصح الأمات لو في موجود قطط في البيت ولا حاجة لازم يكونوا متعامين كويس مع المتابعين مع الدكتور بايتاري دكتور سناء أستسمحك بس هنسيب دق القطط لثانية ونرجع له تاني التوكسوس بلزموزيس فيتالس وده هنتكلم عنه بالتفصيل ولكن معنا اتصال مين معنا يا فندم؟ ألو؟ مرد السلام علي أستاذ صفاء أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا فندم لو صنعته وأنا عملك ترقية السماء تمام بس طلع عندي ضعفة في العصاب شديد جدا تمام بس هو كان فيه سقب في الأذن وتسوس في عدم الأذن كنت عايزة أعرف هل الدكتور هتعرف تفيدني ولا حضرتك قد تستضيفه دكتور أن فيه أذن كان فيه سقب في الأذن وإيه تاني يا فندم؟ تسوس في عدم الأذن وتسوس في عظام الأذن طيب الدكتورة مع حضرتك وإحنا كلنا معاك يعني ما تقلق إيش طبعاً حديدك لازم تجاوب يا دكتور خالدة على المشكلة ديت لأن ديت مشكلة بتبقى اسمها ضعف سمع توصيلي وده بتبقى مشاكل في الأذن الوسطى اللي هو الصديد اللي بينزل من الأذن وتسوس الأذن دي بتبقى لازم دكتور أن في الأذن طبعاً هو اللي بيكرر إذا كان هيعمل عملية تسوس والكلام ده كله وبعد كده إحنا بيجي دور السمعيات بنقيس السمع ونشوف هل يعني نلبي السماعة ولا هنكتفي بس بالعملية فقط لغير شوف يا مدام صفاء القصة التسوس العظم دي في الأذن قصة برضو كبيرة قوي لازم في درجات يعني في درجات بيبقى العلاج الدوائي بيجيب نتيجة كويسة قوي السقوب ممكن يقفل لو كان مدة قريبة لو كان صغير لو كان مكان معين ممكن يقفل في سقوب في الأذن ما بتقفلش طول العمر وما بتقزيش وفي سقوب بيبقى تكرر الالتهاب في عظمة المستويد أصبحت تهدد الأغشية الخاصة بإشرة المخ وبالتالي بيبقى فيه تدخل جراحي لتنظيف عظمة المستويد أو أزام الأزم فهذه القصة تحتمل كذا احتمال أتمنى حيك تعرضي نفسك على أقرب مستشفى الدكتورة في معد السمع والكلام وأنا موجود في 93 شراء الهارم أتمنى حيك هتجيلنا هنا أو هنا يعني سيق تماما أنه حيبقى الكشف مجانا وإن شاء الله أي استشارات لحيك برضو هتبقى مجانية هدية من خناة الصحة والجمال وبرنامج مدير المستشفى كنا منتكلم في التكسو بلازموزيس في تالس ده القطط وخطورته على الأم وأن الأم اللي عندها قطط في البيت تحلي بالها أول تلاتة أشهر ده ممكن ينقل إليها ويعمل تشوهات ومشاكل في الجنين بخلاف الأدوية اللي بتخدها لازل تبقى تحت استشارة طبيع أنا كنت أعرف يا دكتورة سناء أن دايما الطفل في السبوع بتاعه يجيبه هون ويعود يدقه على الهون واسمع كلام عمتك واسمعش كلام خالك عشان يقدر يعرفه الطفل ده بيسمع ولا ما بيسمعش هل الكلام ده فعلا صحيح ولا هل ده بيأذي الطفل فيه لأ طبعا حضرتك دي من العادات السيئة لإحنا نتمنى أن احنا نوصلها للأمات النهاردة بلاش دقل هون بلاش دقل هون لأن الصوت العالي جدا ممكن يعمل نوع من الحاجة اسمها أكوستكترومي يعني الصوت العالي جدا يأذي مش يفيد فأنا بنصح الأمات يعني بلاش العادات السيئة اللي بتتعامل دي نبطلها لأن منفروض الصوت يبقى واصل بطريقة عادية جدا لكن الدق الجامد دوت أنا بنصح الأمات أن احنا نبطل طب معنا صفاء فضال يا فندم أهلا وسألنا صفاء من فين يا فندم من أصيوت أهلا وسألنا يا فندم موري لو سمحت أنا عندي بنت أختي صغيرة عشر شهور لو سمعت أي صوت عالي يعني أي حد تكلم جنبها بصوت يعني احنا بنتكلم بصوت واطي عشان هي ما تتزعيكش أول محد يتكلم بصوت عالي تفضل تصرخ وتتعب وتحط إيدها على وجنها وتفضل تعيب فمش عارفة هو ده فيها حاجة أو إن هي ده طبيعي طيب الدكتورة سناء حتجواب الحقيقي خليك معنا حضرتك هو المفروض إن إحنا كالأطفاء لو أي طفل طبيعي يسمع صوت عالي بيحصل له حاجة اسمها ريفليكس يعني يبدأ يتخض فلو هي أصلا من النوع دوت اللي هي عندها حاسية زيادة للصوت العالي بلاش يعني نعرضها للصوت العالية يعني أنا هي ممكن تكون طبيعية سمحها طبيعي بس عندها حاسية زيادة للصوت العالية طيب دكتورة خلينا نرجع لموضوعنا هكذا كنتي بتكلميني في ضعف السمع الناتج عن تدهور أو بعض الأدوية أو بعض العادات السيئة عند الأم فالجنين بيطلع عنده تشوهات أحد هذه التشوهات بتأثر على السمع وفيه صندرومز كتير للقصة دي تماما نكمل لحدتك بالنسبة لأول ثلاثة شهر من الحمل وإحنا قلنا أول حاجة ده القطط فيه أمراض تانية بتبقى مكروب فيروسات بتحصل بردك في أول ثلاثة شهر نلخصها كده على السريع فيه حاجة اسمها مرض تدخم الخلايا وفيه مرض اللي هو الحزام الناري وفيه مرض اللي هو الحزب الألماني الاربع حاجات دولة أو الخمس حاجات دولة إحنا لو الأم حصلها لقدر الله أي مشاكل في أول ثلاثة شهر لازم طبعا نتابع الحمل كويس جدا مع دكتور نيسا نتابع الحمل ونتابع طفل بردك بعد الولادة لأن الحاجات دي كلها معرضة نتعمل ضعف سمع وتعمل بتأثر على الجهاز العصبي كله وممكن تأثر على حاجات تانية كتير منها مثلا النظر أو أي حاجة تانية فلازم الطفل يكون متابعينه كويس قوي في الأم اللي بيتم عندها إصابة في أول ثلاثة شهر من الحمل نيجي بعد كده طفل في أطفال بقى بتتولد عند الولادة فيه بيحصل أمراض ضعف سمع عند الولادة وفيه بعد الولادة في أطفال عند الولادة بنسموهم الهاي ريسكي يعني الأطفال اللي هم ممكن يكونوا أكثر عردة من غيرهم لأمراض ضعف السمع مثلا الطفل تولد ناقص عن معاده مثلا مش 9-10 مثلا 7-10 أو أي حاجة وزن الطفل كيلو نص الطفل حصلت له صفرة جديدة جدا بعد الولادة اللي اضطر أنه كأساعتها يغير دم الطفل اللي قدر الله الزنق في الولادة فبدأ يظهر عليه أعراض زرقان فلازم طبعا نعمل في حصات كاملة جدا الطفل اللي قدر الله وقع في أول أسبوع أو الطفل تعرض لقدر الله للرحمة الشوكية دي اسمها الأطفال اللي هما أكثر عردة من غيرهم لأمراض ضعف السمع بالإضافة طبعا لو كان الطفل عنده أي تشوهات في وشه في الفك أو في الوش أو في العين أو في الأزن الخارجية فطبعا كل الأطفال دي اسمها هاي ريسك لازم يبقى عارفين إن احتمال كبير جدا يكون عندهم ضعف السمع في بعد كده حديدك الأمراض اللي ممكن أو لو الطفل مثلا أخذ أدوية غلط طبعا لو في أمراض تانية بتحدث بعد الولادة ما لاش علاوك بالولادة خوة إذا بعد كده عادي زي واحد ممكن يتعرض أي مكروم في حديدك اللي هي الحاسبة العادية وفي اللي هو الغدة النخامية الغدة النقافية اللي هي بتبقى بتعمل تضخم حوالين الأزن وفي عندنا برضك الحاسبة والحمة الشوكية دكتورة سناء بس أستسمحك عايزين ننوه إن الاتصالات مفتوحة في معانا أستوزة نوها حنجاوبك حالا لكن في عنوين الدكتورة موجودة من لم يستطيع إن هو يتواصل معانا الدكتورة بتشتغل في مستشفى در الفؤاد فرع مدينة نصر أيام السبت والخميس من كل أسبوع ومستشفى الجوي التخصصي في التجامع والخامس يوم الأربع وموجودة طبعا بتقدم خدمتها في معد السمع والكلام في مبابا واحد شارع فكري الطيار معانا مين يا فندم؟ أستاذة ميرفت أهلا السلام عليكم أهلا وسهلا يا فندم أهلا السلامة الله وبركاته أنا فنتي أنا كان عندها تأخر في الكلام عندها سمات التواحد وقالوا لي أعمل لي مكياس السمع حضرتك تمام أعملت لها أعملت لها ضغط أوزن كويس هل ضغط أوزن يكفي عن مكياس السمع؟ سنها كام؟ عندها سبع سنين سبع سنين طب الدكتورة سنها حتجواب حضرتك مدين بس حديدك في بعض الأمراض اللي هي بتبقى أمراض بتؤثر على سلوك الأطفال وبينها مرض التواحد فطبعا الدكتورة اللي هو يبدأ يعالج الطفل دوت عشان يدي له برنامج تأهيل معين لازم يتطور من الطفل أسساً سمعه من الأول فبيطلب بنعمل دوت مسح شامل نعمل مكياس السمع وضغط أوزن ضغط أوزن ضغط أوزن مش بيقيس ضعف السمع ده بيقيس مثلاً لو فيه التهابات في الورا في الارتشاح ورتبط الأزن أي مشاكل تاني لكن بالنسبة لا يغني أبداً عن مكياس السمع عشان من خلال مكياس السمع بنعرف الطفل بيسمع ولا هل عنده مشكلة في السمع فلازم حديثة تكملي بقية الفحوصات وتعملي بقية السمع منابل الإعداد بس يحط لنا صفحة المدير المستشفى على الفيسبوك عشان بعض السادة المشاهدين اللي مش قادرين يتابعونا على التليفون عرف التليفونات زحمة قوي ولكن يقدر يتابعونا على الصفحة ودكتورة سناء وعدتنا قبل الهوى كمان إنها ممكن حيبقى ملينا لقاء آخر معها بإذن الله يحطوا بس الصفسراتهم على صفحة البرنامج على الفيسبوك نكمل بقى على الجزء تاني اللي هو بسبب ضحف السمع هو الجزء الوراثي بعض الأمراض الوراثية بتؤدي إلى ضعف السمع في الأمراض الوراثية ده ممكن يكون المرض وراسي هيعمل ضحف سمع فقط لغير وفي أمراض وراسية بتعمل ضعف سمع وحاجات أخرى اسمها متلازمة والمتلازمات معروفة جداً في التب وكذا اسمها سندرومب الضحف السمع اللي هو بيت دعف السمع فقط لغير ده غالباً بيبقى فيه عيوب خلقية في الأزن الداخلية وطبعاً السبب الوراسي ممكن يكون جين ساعد أو جين متنحب دون دخول في تفاصيل بس طبعاً لو إحنا عرفنا لو فيه عيلة عندها تاريخ ووراسي إن فيه أمراض لضعف السمع سواء كان من الجدود أو العمام أو الخلات يبقى يفضل النصيح اللي إحنا بنصحها نفضل يعني نتجنب زواج الأراغ الأقارب في هذه الحالة لإنه ممكن تعمل ضعف السمع والطفل مش هيحس بقى ساعتها لإنه يبقى عنده ضعف السمع بس الولد يبقى الحامل طبيعي الولادة طبيعية مفيش أي حاجة لكن الطفل ما بيسمحش هنا بقى يجي دور الأم أي طفل يتولد أي طفل سواء كان فيه تاريخ مرض أو ما كانش في تاريخ مرض لازم الأم تكون ملاحظة طفل هل بينتبه للصوت ولا بينتبهش بينتبه للصوت الواطي بس ولا لازم الأم تساعته يعني بقى فيه صوت عالي فعلشان كده إحنا بنتكلم إيه على موضوع ضعف السمع بسبب اللي هو إيه ضعف السمع فقط لغير بكرة سيناق معيشة استسمحك معنا أسماء من محافظة أسيوت المانيا سوزة أسماء أيوة مع حضرتك فضالي أهل السلام عليكم عليك سلامة الله بركاته كنت عايز أتكلم الشيخ فضالي نعم عايز أتكلمي ميني حتى تحت أمرك ده برنامج مديري ومستشفى خناة الصحة والجمال طلبة خناة تانية دي حصل خير حصل خير تضالي دكتور السمع بالنسبة للأمراض المتلزمة إحنا الطفل بتولد معه ضعف سمع ومعه مشكلة أخرى ممكن المشاكل الأخرى دي بتيجي لأم تلاحظها أو الطبيب يعني يلاحظها أثناء الولادة وفي بعض المشاكل الوراثية بردك سندرومك يعني ضعف السمع وحاجات تانية بتظهر في سن متأخر شوي يعني مثلا ممكن الطفل يبقى عنده ضعف سمع ومشاكل في العين واضحة جدا مشاكل في العين في مشاكل تانية اللي هي المادة السبغية اللي بتدي لون السبغة للجلد والشعر والعين والكلام ده كله في بعض الأمراض التفلي بيبقى مولود مثلا عنده مثلا لون عينه مختلف يعني مثلا واحدة خضرة واحدة زرقة أو لون العين نفسه أزرق بس مش الأزرق الطبيعي اللي احنا متعودين عليه ممكن التفلي بردك يبقى عنده شعر سبغة يعني شوية شعر أبيض كده في مقدمة الوجه فممكن ده يبقى مرض متلازم يعني معه ضعف سمع وحاجات تانية أشعر المتلازمات اللي عندنا في مصر هي دون الدون برضو فيه ضعف سمع ولا ممكن يبقى دون ومعندهوش ضعف سمع هو دون من الأمراض الوراثية بس بيبقى العين مش في الجين العين في الكروموزومات نفسها فأمراض الدون اللي هي منتشرة جدا موجودة في مصر الدون ما بتعملش ضعف سمع اللي هو ضعف سمع العصب الحسي بتعمل غالبا ضعف سمع توصيلي ضعف سمع التوصيلي لأنه عندهم مشاكل في الأنف طيب دكتورة سناء احنا دايما السؤال اللي كل الأسر عملة تتكلم وتسأل فيه أنا البيبي بتاعي ده ما كملش سنتين ولسه ما تكلمش هو بيسمع لا بيسمعش ده سؤال كل الناس اللي عندهم ببيهات صغيرة بيسأله إزاي الأم والأب والأسر تعرف ابنها ده بيسمع لا إيه الملاحظات حاجة تقوليها يعرفوا منها ويتطمنوا طبعا لازم الأم طبعا ده دور بيبقى دور كبير جدا على الأم الأم بتلاحظ ابنها هل مثلا التفل بدأ يلغي في المعادل اللي هو بيلغي فيه ثلاثة من ثلاثة لستة شهور التفل بينتبه للصوت الواتي ولا لأ ولازم الأم تبدأ يعني لازم يبقى صوت عالي جدا عشان تبدأ تلاحظ أن التفل بيسمع في الحالة دي لازم طبعا تتوجه لدكتور السمعيات علشان نبدأ نعمله كل الفحصات اللازمة طبعا إذا كان الحملة كان طبيعي وكل اللي احنا قلنا ده كان ما فيش فيه مشاكل خالص والتفل ما بينتبهش للصوت لا صوت واطي ولا صوت عالي بقى كده لازم الأم تشك أن التفل ممكن يكون عنده ضعف سمع الانتباه للصوت هو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن أم تلاحظه دكتورة مش فيه برنامج في وزارة الصحة اسمه برنامج المسح السمعي تمام وده أعتقد أن كل الأطفال لغاية سن شهر أعتقد بيفحصوا مجانا هل هذا المشروع ماشي وكويس ونس بتستفيد منه ولا بخبرة حقيقة بتقع فيه حالات لا طبعا البرنامج ده مفاعل في كل مستشفات وزارة الصحة أي طفل بيتويرد لازم نعمله مسح شامل نشوف فيه حاجة اسمها صوت كوقعة الأذن بنعمله حاجة اسمها بيقيس صوت كوقعة الأذن لو كان فيه صوت موجود يبقى إذن الطفل ده احتمال كبير جدا نكون بيسمع لا قدر الله لو اتلع الاختبار ده إنه هو سلبي فلازم الطفل نستنع عليه ثلاثة شهر ونعيده تاني وبعد كده نكمل بقية الفحوصات حاجة اسمها رسم سمع إلكتروني نشوف الطفل بيسمع ولا عنده لا قدر الله دعا في السمع فالمسح الشامل ده موجود قبل ما يكمل ثلاث شهور لو ما بيسمعش أو الاختبار الأولي لو هذا الاختبار الأولي تبين فيه إن الطفل ده مش بيسمع يبقى لازم نكمل بقية الفحوصات عشان نصل إلى المنطقة اللي بتخلي هذا الطفل ما يسمعش يعني حاجة بتطمينينا إن هذا المشروع قائم وكل الأطفال بيتم مسحهم سمعيا بس هل هل هذا هو الواقع ولا حيك يعني إيه يعني يعني معرفش هل حيك يعني متابعة لهذا البرنامج؟ طبعا وزارة الصحة حريصة جدا على موضوع المسح الشامل ده لكل الأطفال وزارة الصحة أي طفل بتولد سواء كانت في مستشفى وزارة الصحة أو غيرها لازم بتعمل ده روتيت لازم بتعمل له مسح شامل للسمع طب ما تولدش في مستشفى وزارة الصحة تولد في عيادة خاصة في مستشفى خاص ولدت في البيت تعمل إزاي؟ بتروح تتوجه لأي مستشفى؟ هي تتوجه هي تتوجه لأي مستشفى؟ لغاية النهاردة هو ما هواش منداتري ما هواش إجباري أنها تفحص السمع زي التطعيمات مثلا لا بقى إجباري يا فاندف كل مستشفى وزارة الصحة بقى إجباري زي التطعيمات كده ما هي إجباري لما بينزل تطعيم الأم بتروح بس هو إجباري لازم الأم الطعم طفلة وهكذا لازم تعمل مسح للسمع في أول أسبوع في الولادة طيب طبعا الدكتورة مش هتقدر يعني توافينا بكل التفاصيل أنه طبعا محد السمع والكلام يتبع إلى المستشفى التعليمية ما يدعش إلى الطب العلاجي لكن نقدر ناخد تليفون من حد يطمينه على القصة دي لكن حضرتك بتنصح الأمهات اللي أطفالهم قبل شهر أنه ما يتوجهوا لأقرب مستشفى فيها غرفة مسح سمعي ويتطمنوا على أطفالهم أنه ده بيسمع ولا ما بيسمع احنا عندنا في محادي سمع وكلام وحده خاصة بالاكتشاف المبكر للأطفال لضعف السمع بنعمل كل الفحوصات للأطفال حديث للولادة لو هو اتولد في المستشفى ومشتبع وزارة الصحة وحاب يجن أهلا وسهلا بنعمله المسح الشامل ونشوفوا الطفل دهوات مبدئي بيسمع ولا لا دكتورة سناء الناس بتروح عندكم المعهد بياخدوا موعيد بعد شهرين وثلاثة لأنه المعهد الوحيد المتخصص في هذا المجال أنا أعلم تماما يعني مدى الصعوبة اللي بتوجهوها في مقابلة آلاف المواطنين من كل محافظات مصر مش من قاهرة والجيزة بس بس احنا فعلا رئيسة الاسم ومدير المعهد كلنا على قدم المساق في خدمة المرضى بنحاول ان احنا نخلص المرضى ومن ندومش موعيد كيب بعيدة يعني بس هو الحقيقة ان فعلا المعهد بتبقى شوية متأخرة خاصة في الـ EBR اللي هو الجهاز رسم السمع من جزع المخ لا بس الموضوع ده بدأ ايه تغير يعني هو قوي لحضرتك يعني لا في خلال اسبوعين ثلاثة بكتير قوي بنيقدر ندومش عارفة الطفل دايما اللي احنا شكين انه بسمعش بتبقى الام والاهل عايزين ياخدوا القرار هو بيسمع بسمعش حايسمع ايه بتعايزين وخاصة ان السمع مرتبط بالكلام ايه بسمعش قويس هو مش هيتكلم قويس او حتى لهجته مش هتبقى طبعية فالتأخر في علاجه بيبقى برضو صعب شوية كلمين يا دكتورة عن ضعف السمع عند الاطفال ازاي نقدر نتدخل فيه بالزرد يا فاندر ازاي ما قلت لحددك ان احنا بنعمل اول حاجة المسح الشامل لجمعي الاطفال لا قدر الا لو احنا شكين انه ان التفل الدوات عنده مشكلة في السمع بنعيد يكافي ده بعد ثلاثة شهر ونرجع نعيد وناخد قرار على ستة شهور من عمر الطفل ايه يتأخر بعد كده هيأثر بالسلب على ايه على اللغة وعلى طبعا تحصيل الدراسة فيما بعد فلازم يبقى فيه التدخل فبعد ستة شهر لو اتأكدنا خلاص ان التفل دوت عنده مشكلة في السمع يبقى بنكون بالتدخل ايه والتدخل ان احنا بنبدأ في الاول نلبس التفل ده سماعات لازم السماعات دي وده وقتي السماعات ده وقتي مش صعب ولا حاجة يا طبعا سعرها غالي بس طبعا وزارة التأمين السحي بيتوفر سماعات لجميع الاطفال اللي لهم تأمين السحي خلينا بس نقف دقيقة كده عشان نقول بس السادة المشاهدين والامهات لو ابنك ما بيسمعش هيلب السماع ما تقوليش السماع شكلها وحش الوقت حيدعقد في الحضانة ما حدش هيجي جنبه في المدرسة هيعيروه ارجوكي ده علاج امن جدا جدا عشان ابنك يسمع ويقدر بعد كده يتكلم ويقدر يبقى طبيعي السماع النهاردة زي ما قالت الدكتورة التأمين الصحي بيغطي جزء كبير جدا من نفخات السماع حيانا بيغطيها كلها حتى برضو شركات السماعات نفسها النهاردة اصبحت بتدي سماعات باسعار انا لما بقارن بين اسعارنا في مصر والسماعات في دول الخليج احنا تقريبا ربع الساعة واصبحت اعتقد في متناول الجميع في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني في كل حاجة فاعتقد ان السماعة النهاردة يعني ايه اذا كانت ضرورة للطفل محدش يتأخر ولا يتهاون في لبس السماعات دكتورة سناء كلام حضرتك يحتاج مننا حلقات وحلقات الوقت بيدهمنا بسرعة شديدة المدخلات مش مبطلة كلام حضرتك طبعا سري جدا وقيم جدا وقامة كبيرة في العلم السماعيات بنعتذر حقيقة اللي دي الوقت ولكن لانا رجاء خاصة عن حقيقة ان يكون معانا حلقة اخرى الاربع بعد القادم دكتورة سناء تنورينا ونكمل هذا الموضوع المهم لكل اسرة في مصر والحقيقة لو تحب توجيهي لسالة اخيرة لامهاتنا في ضعف السماع تمام انا بس عايزة اوجه اخر حاجة في الحلقة ان طبعا لو السماعة التفل يلبسها وبعد كده هو ما كانش فيه استجابة بالوقت يبقى فيه حاجة جميلة جدا برضا كالتأمين الصحي وفارتها وهي زراعة الكوقع زراعة الكوقع بتكلف الدولة من ربع الى نصف مليون جنيه وكل ده طبعا الوزارة بتوفروا وهي قتل تأمين الصحي لان الدولة حريصة جدا يعني على السمع وبعدين بعد السمع هنقدر الاطفال عشان مبقوش لقدر الله اسم ابك احبي برضا اخر حاجة اقولها ان العالمة الامريكية كان اسمها هيلين كيلر كانت فقطت السمع ولم فقطت البصر سألوها في مؤتمر صحف امين كان اشد عليكي صعوبة قالت انا لما فقطت البصر فقطت التعامل مع الاشياء لكن ما فقطت السمع فقطت التعامل مع الناس وطبعا التعامل مع الناس ده شيء مهم جدا نتمنى الامهات ان شاء الله تكون حريصة جدا تلاحظ او اطفالها تلاحظ لو فيه اي مشاكل اي عيب خلقية في الوجه او في الاظن تتوجه بسرعة تجيلنا في محد السمع والكلام احنا ان شاء الله نكون في خدمتها وفي خدمة اطفال مصر كلهم ان شاء الله استاذ الدكتور سناء مهران استشاري السمع والكلام معد السمع والكلام في مبابا خالص الشكر والتأدير لحضرتك فاصل قصير ونعود لحضراتكم مع الفقرة الثالثة ما تروحوش بقى اي مكان مدير المستشفى مستمر معكم جمع الفقرة الثالثة فاصل قصير ونعود مركز بيوردنت للأسنان بمدينة القنى اول واكبر مركز متخصص في طب الأسنان بصعيد يوفر المركز احدث الاجهزة الطبية تحت اشراف نخبة من افضل الاطباء المتخصصين يعمل المركز بنظام بار كود سكانر لتسجيل بيانة عملاء وزوار المركز يستقبل المركز جميع الزوار على مدار الأسبوع بعيادة خاصة لكشف وتشخيص حالة المرضى لتوجيههم للطبيب المتخصص داخل المركز مركز بيوردنت الأسنان بمدينة قنى قنى شارع الجميل على محلات بيور للحجز والاستفسار يمكنكم الاتصال بناء على 010-623-669-39